ما هو أكثر دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه عندك لما سيدنا النبي موجود عندك في ليلتك يا أمي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكتر دعوة لحظت أنه وبدعيها هي إيه فدلتنا على هذه الدعوة المباركة قالت له أكتر دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها عندي وأسمعه وهو يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر اكثاره من هذه الدعوة وحرصه عليها فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ تقريبا نفس الكلام لكن الفرق أن السيدة أم سلمة قالت لنا أن دي كانت أكتر دعوة سيدنا النبي حريص على أن يكثر من تكرارها عندها في بيتها أو في حجرتها أما حديث سيدنا أنس فبيقول أنا سمعت السيدنا النبي كتير بيدعي بالدعوة دي فسألت سيدنا النبي يا رسول الله ما لك بتدعي بهذه الدعوة كثيرا عن بقية أي دعوات أخرى انت خايف علينا يا سيدي هذه الزيادة زيادة مهمة جدا وحنحتجها معانا في الوقوف في التأملات مع فوائد هذه القصة أتخاف علينا آمنا بك وصدقنا بما جئت به يا رسول الله أتخاف علينا يعني بعد هذا الإيمان الصادق الذي ظهر لك والذي من الله تعالى علينا بالشهادة بأننا من أهل الإيمان يعني مثلا قول الله عز وجل في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة الشاهد النآية كمثل هذه الآيات في سورة الفتح تشهد لهؤلاء الصحابة الكرام اللي هم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد لهم بالإيمان في أول سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فهذه الآيات تشهد للصحابة أنهم من أهل الإيمان وأن الإيمان نزل في قلوبهم